السلام عليكم طلب الأعزاء دائما في إطار استكمالنا للمحاول المتعلقة بمادة نظرية العامة للقانون الدستوري فكما تعلمون أننا في إطار مختلف المحاضرات السابقة تبين لنا بشكل واضح مدى أهمية الوثيقة الدستورية داخل الدولة باعتبارها محددا ومعيارا لمدى ديمقراطية الدولة انطلاقا يمكن أن نخوض في مقياسات مدى ديمقراطية الدولة انطلاقا من مضامين ومقتضيات وكذا مبادئ التي تم استحضارها في الوثيقة الدستورية فالدستور حاليا يعتبر خريطة ملزمة للجميع يتم من خلالها تحديد مختلف المقتضيات المتعلقة بتنظيم المؤسسات وكذا الشأن العام الوطني إذن الوثيقة الدستورية اليوم تشكل ركيزة وجوهر ومنطلق أساسي للانتقالات الديمقراطية فمن خلال هذه الوثيقة الدستورية يمكن لنا أن نستشف مضامينها وخصوصا أنه في إطار الموجات الدستورية الحديثة أصبحت الوثيقة الدستورية تمتلك لغة جديدة مبادئ جديدة إلى غير ذلك فبالعودة مثلا إلى دستور المغربي لعام 2011 كنموذج نجد هذا الدستور يتضمن مجموعة من المبادئ والأحكام الديمقراطية مجموعة من الحقوق والحريات يتضمن آليات ثم مؤسسات إلى غير ذلك بمعنى أنه دستور في مضامينه مكتسبات ديمقراطية عديدة ونوعية ولكن يبقى السؤال المطروح خصوصا أن الدستور دستور 2011 هو دستور مثلا ليتضمن العديد من الإحالات على القوانين التنظيمية والقوانين العادية بمعنى أن الدستور 2011 يبقى دستورا يستلزم ضرورة إخراج أو إصدار قوانين أخرى إذن يبقى أمامنا السؤال المطروح والذي هو يعتبر سؤالا محوريا ومتداولا لدى مختلف الباحثين في الشأل الدستوري وهو سؤال يتعلق بمن سيضمن لنا تفعيل المكتسبات الدستورية كما تم قبولها من خلال الاستفتاء بمعنى من سيضمن لنا تفعيل المقتضيات الدستورية كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية خصوصا عندما سيتم إصدار قوانين تنظيمية أو قوانين أخرى تكمل الوثيقة الدستورية فمثلا كمثال على ذلك هناك مجموعة من المكتسبات على مستوى الحقوق والحريات أو على مستوى المؤسسات أو على مستوى التنمية أو على مستوى الحكمة إلى غير ذلك لكن دستور المغرب إلى عام 2011 مثلا على سبيل المثال وفقط فهي مختلف الدستير تسير في هذا النهج استلزم ضرورة إصدار قوانين تنظيمية مثلا لتفعيل تلك المكتسبات وبالتالي عندما سيتم إصدار القوانين التنظيمية من سيضمن لنا بأن هذه القوانين ستسير في نفس أو ستبقى في نفس التوجهات التي تم الاستفتاء عليها من خلال الوثيقة الدستورية إذن هذا السؤال القلاسيكي المتداول بين مختلف الباحثين ومختلف الطلباء يستلزم علينا الوقوف على محور مهم من خلال هذه المحاضرة هو محور متعلق بمراقبة دستورية القوانين فبطبع الحال كما تعلمون وأنه من الخلاصات التي خرجنا إليها من خلال مختلف المحاضرات هو أن الدستور يعني يعتبر أسمى وثيقة في البلاد وبالتالي القوانين التي ستصدر ما بعد الدستور مثل القوانين التنظيمية والقوانين العادية إلى غير ذلك يجب عليها أن تكون مطابقة للدستور أي لا تخرج على نطاق أحكام ومبادئ الدستور إذن من سيضمن لنا هذه الآلية؟ هل هناك جهاز أو مؤسسة ستصهر لنا على مراقبة مدى دستورية القوانين؟ بالفعل هناك جهاز يسمى بالقضاء الدستوري هذا الجهاز أو هذه المؤسسة وجدت بالأساس لمراقبة دستورية القوانين بحيث يشكل هذا الجهاز محورا لضمان استمرارية الديمقراطية لأن أساس وجود مؤسسة القضاء الدستوري التي سنجد هناك تسميات عديدة بخصوص مؤسسة القضاء الدستوري في مختلف الدستوري هناك من يسميها بالمجلس الدستوري وهناك من يسميها بالمحكمة الدستورية سنقف على هذا المحور إذن مؤسسة القضاء الدستوري وجدت من أجل مراقبة مدى دستورية القوانين أو وجدت من أجل ضمان استمرارية تفعيل مكتسبات الديمقراطية كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية أثناء إصدار القوانين إذن يتبين لنا أن آلية مراقبة دستورية القوانين التي تختص بها القضاء الدستوري هي آلية مهمة لضمان استمرارية المكتسبات الديمقراطية كما هي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية يعني بداية سنحاول الوقوف على مفهوم مراقبة أو إعطاء تعريف لمراقبة دستورية القوانين فكما يظهر لكم في الشاشة سنحاول وضع تعريف وشرحها يقال في هذا التعريف بأنه يقصد بالرقابة على دستورية القوانين هي إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل وهو الجهاز الذي تحدثنا عنه يسمى بالقضاء الدستوري للتأكد من مدى مطابقة وموافقة هذا القانون للمبادئ الواردة في الدستور بمعنى أن هذا الجهاز يختص في مراقبة القوانين التي ستستور بعد الدستور لمدى مطابقتها أو موافقتها للدستور ويركز مفهوم الرقابة إذن على كون الدستور هو قانون دولة الأسمى وأن القواعد الواردة فيه هي الأعلى مرتبة ويتوجب على كل السلطات في الدولة احترامها والعمل بموجبها بما في ذلك السلطة التشريعية إذن من خلال هذا التعريف الذي يظهر أمامكم يتبين لنا بأن وجود أو الضور أو وظيفة الرقابة على دستورية القوانين هي تتمثل في مراقبة مختلف القوانين التي ستستطر بعد الدستور مثالا على ذلك فدستور 2011 نجد مجموعة من المظامن التي لم يسترسل فيها المشرع الدستوري وإنما ترك للقوانين التنظيمية أو القوانين الأخرى من أجل التفصيل فيها وبالتالي وجود الرقابة على دستورية القوانين تتمثل بالأساس في ضمان سيرورة القوانين لنفس توجهات الدستورية بمعنى أن هذه القوانين التي ستصدر بعد الدستور لن تخالف مظامين ومقتضيات الدستور بل ستكون مطابقة لها لأنها إذا خالفت التوجهات الدستورية فهذا الجهاز المكلف برقابة دستورية القوانين سيبث في عدم دستوريتها وبالتالي لن تدخل حيز النفاذ هذه القوانين إذن خلاصة القول بأن الرقابة على دستورية القوانين تتمثل بالأساس في رقابة القوانين التي ستصدر بعد الدستور من أجل مطابقتها للدستور وعدم الخروج عن المبادئ والتوجهات الأساسية للوثيقة الدستورية إذن هنا الرقابة تضمن لنا استمرارية المكتسبات الدموقراطية ومضامين الوثيقة الدستورية وتفعيلها كما تم التنصيص عليها كتابة من خلال الوثيقة الدستورية ويمكن في هذا الصدد استحضار نوعين من الرقابة فالرقابة على دستورية القوانين فيها نوعين من الرقابة رقابة سياسية وهناك أيضا ما يسمى بالرقابة القضائية بخصوص الرقابة السياسية هي رقابة تكون وقائية قبل إصدار القوانين وتتم ممارستها من قبل هيئة سياسية بمعنى أن الرقابة السياسية هي صنيف داخل مراقبة دستورية القوانين فستشهدون أن هناك مجموعة من الدول التي تعطي للجهاز الذي يراقب مدى دستورية القوانين صبغة قضائية وهناك دول تعطي لها صبغة سياسية وبالتالي الرقابة السياسية ذلك الجهاز الذي يتكفل بمراقبة دستورية القوانين يكون له صبغة سياسية أو بعد سياسي أكثر مما هو قضائي بمعنى أن مكونات الهيئة أو القضاء الدستوري في هذا الدول هي مكونات لها امتداد سياسي بمعنى أنها تكون لها انتماءات سياسية وليست كفاءات قضائية أو لها امتداد قضائي إذن يتبين لنا بأن الرقابة على دستورية القوانين فيها نوعين من الرقابة رقابة سياسية وهذا الاسم راجع لكون كما قلت لكم أن الهيئة التي تراقب مدى دستورية القوانين لها بوعد سياسي وبالتالي من العيوب التي أحتيت لهذه الرقابة هو كون الأعضاء الذين هم داخل القضاء الدستوري والذين سيشرفون على رقابة دستورية القوانين سيكون لهم ميولا سياسي مما سيؤثر لهم على الاستقلالية والحياد بالإضافة إلى أنه هنا الخبرة قد تخونهم بمعنى أن المكونات السياسية داخل المجتمع السياسي أو داخل التنظيمات السياسية ليست هي نفسها المكونات التقنية التي هي خريجة المعاهد والجامعات والتي لها تخصصات دستورية أو لها انتماءات إلى مؤسسات قضائية فهذه تكون فيها الفعالية أكثر من الشخصيات السياسية وهذه من العيوب التي أعتيت لهذه النوعية من الرقابة داخل القضاء الدستوري أما فيما يخص المزايا التي تتمتع بها هذه النوعية من الرقابة هي كونها رقابة قبلية تقوم أو رقابة وقائية لها أدوار تسبق إلى حد ما تلك التراكمات الخلافية داخل المؤسسات التي ستقوم برقابة على دستورية القوانين بمعنى أن تدخلاتها تكون قبلية في مقابل هذه الرقابة النوعية من الرقابة التي تتمثل في الرقابة السياسية هناك ما يسمى بالرقابة القضائية وهي خلاف الرقابة السياسية فهذه الرقابة لها يعني الرقابة القضائية تتكون أو هيئتها تكون في الغالب من خبراء وباحثين قضائيين يعني لهم بعد قضائي أكثر مما هو سياسي ونفس الشيء داخل الرقابة القضائية نجد نوعين من الرقابة هناك ما يسمى بالرقابة الامتناع وهناك أيضا ما يسمى برقابة الإلغاء ومن أمثلة يعني الدول يعني نجد مجموعة من الدول التي تعتمد هناك دول تعتمد الرقابة السياسية كفرنسا على سبيل المثال ففرنسا لحدود الساعة لا زالت تحتفظ بتسمية المجلس الدستوري هناك أيضا دول تعتمد الرقابة القضائية مثلا كألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى غير ذلك من النماذج بمعنى أن الرقابة على دستورية القوانين قد نجد فيها نوعين من الرقابة رقابة سياسية ورقابة قضائية كما يظهر لكم في الشاشة ونفس الشيء في الرقابة القضائية تنقسم تتجزأ إلى ما يسمى بالرقابة رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع إذن ما يهمنا من خلال هذا المحور هو أنه وقفنا على آلية تضمن لنا بشكل واضح وشكل مهم وفعال مدى استمرارية تفعيل المكتسبات الدستورية وبالتالي نكون هنا أمام اكتمال الشرعية الدستورية لأنه لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية الدستور من خلال التعديل والصياغة والاستفتاء إلى غير ذلك بل لا بد من ضمان ديمقراطية الدستور حتى أثناء مراحل تفعيله وبالتالي الرقابة على دستورية القوانين بمختلف أنواعها وأشكالها تشكل ضمانا لاستمرارية الدمقراطية أو تنزيل المكتسبات الدستورية كما تم الاتفاق عليها إذن نكون هنا قد وقفنا بشكل مقتضب على أهمية الرقابة على دستورية القوانين ودورها من خلال الوثيقة الدستورية دون التعمق أكثر في نوعية الرقابة وتاريخها إلى غير ذلك لأن هذا المحور ستقفون عليه في إطار استكمالاتكم وتعمقاتكم البحثية في السنين وفي المراحل المقبلة من دراساتكم الجامعية فطلبت المدخل عادة ما نقف في إطار معرفات الأجهزة بشكل عام وفقط وكذلك ستجدون هذا بشكل مفصل أكثر من خلال الكتاب الذي هو موجود في المنصة الإلكترونية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجده سنقف هنا في إطار حديثنا على الرقابة على دستورية القوانين على النموذج المغربي من أجل محاولة الوقوف على أهم المراحل التي مرت منها ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين في مختلف المحطات الدستورية والوقوف أيضا على أهم المتغيرات التي عرفتها من خلال آخر دستور للمملكة وهو دستور 2011 بخصوص الرقابة على دستورية القوانين التي قلت لكم بأن هناك هيئة اسمها القضاء الدستوري هي التي تشرف على هذه العملية ففي النموذج المغربي نجد أنه من أول دستور بعد الاستقلال وهو دستور 1962 تم إحداث الغرفة الدستورية داخل ما يسمى بالمجلس الأعلى وتسمى حاليا بمحكمة النقد وهذا ما يؤكد على أن مراقبة دستورية القوانين لها دور مهم جدا لحماية المكتسبات الديمقراطية والحقوقية على مستوى الوثيقة الدستورية لأن الدستور المغربي استشعر أهمية هذه الآلية ودسترها من خلال أول دستور لعام 1962 رغم أنه خصص فقط غرفة داخل المجلس الأعلى لتقوم بهذه الوظيفة أو بهذا الدور إلا أنه يبقى مكتسبا مهما في إطار تلك الوضعية السياسية والأمنية التي كان يمر بها المغرب أنا ذاك إذن هنا يتبين لنا بأن الرقابة على دستورية القوانين كانت من خلال ما يسمى بالغرفة الدستورية داخل المجلس الأعلى منذ دستور 1962 مرورا بدستور 1970 ثم أيضا دستور 1972 إلى حدود دستور 1992 التي ستعرف هذه الآلية أو هذه المؤسسة نقلة نوعية مهمة جدا تتمثل في أنه تم إعطاء أو تشكيل مجلس خاص يسمى بالمجلس الدستوري وضع الغرفة الدستورية التي كانت داخل المجلس الأعلى أنذاك إذن هنا من خلال دستور 1992 سيعرف المغرب نقلة نوعية مهمة جدا من خلال تكرس ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين أو ما يسمى بالقضاء الدستوري بشكل عام وهذا يتبين لنا بشكل واضح من خلال خلق مؤسسة مستقلة مؤسسة قائمة بذاتها تتمثل في المجلس الدستوري هذا المجلس الذي ستناط به اختصاصات أيضا مهمة جدا سترافق هذه الدسمية الجديدة للقضاء الدستوري في المغرب ونفس شيئة دستور 1996 الذي سيحافظ لنا نفس شيئة على تسمية المجلس الدستوري وسيقوي نوعا ما من اختصاصات هذه الهيئة إلى حدود دستور 2011 دستور 2011 في إطار انتقالاته النوعية المهمة التي تمثلت في عدة مستويات خصوصا الانتقالات المهمة في البناء المؤسساتي من خلال تكريس مؤسسات جديدة أو إعطاء سلطة قريرية لمؤسسات أخرى ثم أيضا من خلال مبادئ وحقوق وحريات أساسية إلى غير ذلك من المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 استلزمت عليه بشكل فعلي الانتقال حتى على مستوى القضاء الدستوري لأن المغرب لأول مرة سينتقل من تسمية المجلس الدستوري إلى تسمية المحكمة الدستورية إذن طلبتنا الأعزاء في إطار كرونولوجيا لمختلف الدستير المغربية يتبين لنا بأن المغرب منذ دستور 1962 اعتمد الرقابة على دستورية القوانين غير أن هذه الرقابة عرفت نوع من التطور منذ دستور 1962 إلى حدود دستور 2011 بحيث أنه كما قلت لكم في البداية تأسس ما يسمى الغرفة الدستورية التي كانت داخل المجلس الأعلى ما يسمى حاليا بمحكمة النقد إلى حدود 1992 انتقلت تسمية الغرفة الدستورية إلى ما يسمى بالمجلس الدستوري الذي عرف نوع من الاستقلالية وأصبح مؤسسة قائمة بذاتها حتى حدود 2011 الذي عرف هذا التطور انتقالا مهما ونوعيا جدا من خلال دستور 2011 والذي يتمثل في الانتقال من تسمية المجلس الدستوري إلى تسمية المحكمة الدستورية وتم تخصيص باب خاص داخل الوثيقة الدستورية باب معنوا بالمحكمة الدستورية وهو الباب الثامن داخل الوثيقة الدستورية إذن يتبين لنا من خلال هذه الكرونولوجية أن القضاء الدستوري في المغرب تمت دسترته من أول دستور وعرف انتقالات نوعية مهمة جدا هذا ما يؤكد لنا أهمية ما قلناه سابقا من خلال ضرورة دسترة القضاء الدستوري لأنه هو المحصن المهم للمكتسبات الدستورية بخصوص المحكمة الدستورية سنحاول الوقوف على أهم المتغيرات التي حدثت للمحكمة الدستورية من خلال دستور 2011 كنموذج سنقف للاشتغال عليه بخصوص مكونات المحكمة الدستورية في المغرب فنجد أنها تتكون من 12 عضوان ست أعضاء فيهم يعينهم الملك وواحد من هذه ست الأعضاء يقترح عليه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمعنى أن ست أعضاء من داخل البحكمة الدستورية أي نصف الأعضاء يعينهم الملك وواحد من هؤلاء الست يقترح عليه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى فيما يخص ستة الأعضاء الآخرين يتم انتخابهم من مجلسي البلامان بمعنى أن ثلاث أعضاء يتم انتخابهم من مجلس المستشارين وثلاث أعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب ومدة انتخاب هؤلاء الأعضاء هي تسع سنوات غير قابلة للتجديد فيما يخص أهم المتغيرات التي وقعت بين دستور 1996 ودستور 2011 تتمثل في الأساس في أنه مثلا نجد أنه في إطار ستة أعضاء الذين يعينهم الملك تم إضافة عضو واحد يقترح عليه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى هذا التغيير لم يكن في دستور 1996 بالإضافة إلى أنه أيضا الرئيس الذي يعين من 12 عضوا من المحكمة الدستورية فهذا الرئيس يعينه الملك ولكن في إطار معرفتنا أهم المتغيرة التي جاء بها دستور 2011 فقبل هذا الدستور أي من خلال دستور 1996 كان الملك يعين رئيس المحكمة الدستورية من قبل ست أعضاء الذين عينهم أما دستور 2011 فأعطى للرئيس المحكمة الدستورية إمكانية تعينه من قبل 12 عضوا بمعنى أنه يمكن الملك أن يعين أيضا رئيس المحكمة الدستورية من قبل الأشخاص أو الأعضاء الذين تم تعينهم أو انتخابهم من قبل مجلسي البلامان كما أنه أيضا في إطار وقوفنا على المحكمة الدستورية والبحث خصوصا في إشكالية الرقابة على دستورية القوانين نجد هناك نوعين من الرقابة على دستورية القوانين هناك ما يسمى بالرقابة الإلزامية على دستورية القوانين وهناك في مقابل الرقابة الإلزامية هناك ما يسمى بالرقابة الإختيارية على دستورية القوانين بمعنى أن القوانين التي ستقوم المحكمة الدستورية بمراقبتها ليست جميع القوانين تراقب بشكل الزامي بل هناك قوانين تراقب بشكل الزامي وقوانين تراقب بشكل اختياري بخصوص القوانين التي تراقب بشكل الزامي نجد في هذا الخصوص أن القوانين التنظيمية القوانين التنظيمية تحال بشكل الزامي على المحكمة الدستورية قبل الإصدار الأمر بتنفيذها أو نشرها بمعنى أنه لا بد من جميع القوانين التنظيمية أن تحال على المحكمة الدستورية من أجل أن تبث في مدى دستوريتها أي مدى مطابقتها للدستور وبالتالي هنا يتبين بأن هذه الرقبة هي رقابة إلزامية نفسه أيضا فيما يخص الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان سواء مجلس المستشارين أو مجلس النوم لكن ما يهمون هنا هو القوانين التنظيمية فجميع القوانين التنظيمية قبل إعطاء الأمر بتنفيذها تحال بشكل إلزامي على المحكمة الدستورية هذا ما يكرس لنا أو يبين لنا مدى أهمية المحكمة الدستورية في مراقبتها للقوانين لأن القوانين التنظيمية كما تعلمون هي مكملة ومفسرة إلى حد ما للوثيقة الدستورية وبالتالي لا بد من أن تطابق الدستور لا بد من أن تستكمل مضامين الدستور هذا ما جعل المشرع الدستوري من خلال دستور 2011 يلزم بضرورة مرور جميع القوانين التنظيمية بشكل وجوب وألزام على المحكمة الدستورية قبل نشرها أو قبل اكتسابها صفة النفاذ في مقابل هذه الرقابة الإلزامية نجد هنا كما يسمى بالرقابة الاختيارية على دستورية القوانين هذه الرقابة هي نفس شيء هي رقابة على القوانين ولكنها اختيارية لا يمكن أن تحال على المحكمة الدستورية بشكل إلزامي ولا يمكن للمحكمة الدستورية التدخل فيها إلا من خلال اشتراطات دستورية سنقف عليها مثلا فالفصل 132 من الدستور المغربي هنا فقط هذا الفصل الذي يوجد ضمن الباب الثامن الخاص بالمحكمة الدستورية يؤتي إمكانية هنا يجب أن نركز على مصطلح إمكانية بحيث ورد في هذا الفصل مصطلح يمكن بمعنى أنه هناك اختيار فهو يعطي إمكانية للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين إمكانية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية إذن يظهر لنا من خلال هذا الفصل أن الرقابة على القوانين العادية هي رقابة اختيارية يمكن فقط لأطراف محدودة دستوريا التدخل من أجل إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية إذن هنا يتبين بأن الرقابة على دستورية القوانين في المغرب في إطار كلونولوجيا تاريخية عرفت نوع من الانتقالات النوعية المهمة إلى حدود وصولنا إلى دستور 2011 الذي عرف في هذا المستوى يعني انتقالا مهما خصوصا ما يتمثل لنا في تكريس المحكمة الدستورية التي أعطى لها من الاختصاصات يعني اختصاصات مهمة جدا في الرقابة على دستورية القوانين وهناك أيضا مكتسب مهم جدا عرفناه من خلال دستور 2011 ولم يكن في الدستير السابقة هو ما جاء في الفصل 133 من الدستور وهو ما يكرس نوع من الرقابة القضائية أو الصفة القضائية للمحكمة الدستورية هذا يتمثل فيما يسمى بآلية الدفع بعدم دستورية القانون بمعنى أن الرقابة على دستورية القوانين لن تبقى في إطارها الزمن القبل وفقط أي قبل إصدار القوانين بل يمكن أيضا للأفراد من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القانون الدفع أثناء طرف عاتهم القضائية سواء في المحاكم الإبتداء العادية أو المحاكم المتخصصة أن يقوموا إذا تم أنهم لاحظوا بأن هناك قانون سيمس بحقوقهم وحرياتهم أي أن هناك قانون لا ينسجم مع المقتضيات الدستورية يمكن لأطراف الدعوة أو الأفراد الدفع بعدم دستورية القانون إلى المحكمة الدستورية غير أن هذه الآلية أي آلية الدفع بعدم دستورية القانون التي نص عليها الفصل 133 فقد اشترى تضرورة صدور القانون التنظيمي من أجل التفصيل فيها وتحديد شروط وشكليات وآليات القيام بهذه المسترى لكن لحدود الساعة لا زال القانون التنظيمي مشروعاً رغم أنه أحيل على المحكمة الدستورية من أجل البث فيه ولكن لحدود الساعة لم ينشر ولم يكتسب صبغة النفاذ إذن طلبتنا الأعزاء لحدود الساعة نكون قد وقفنا على أهمية الرقابة على دستورية القوانين فهذه الآلية طرح هذه الآلية لطلبة الأسدوس التالي تؤكد على مسألة مهمة جداً تتمثل في أن الديمقراطية الدستورية لا تناقش فقط في إطار ما يسمى بالتصويت أو الاستفتاء أو إعداد الوثيقة الدستورية وإنما هناك ما يسمى بالديمقراطية المستمرة ضرورية استمرارية هذه الديمقراطية والجهاز الوحيد أو المؤسسة الوحيدة التي تضمن لنا تفعيل المكتسبات الدستورية كما تم الاتفاق عليها عبر آلية الاستفتاء هي ما يسمى بالقضاء الدستوري فهذا المؤسسة القضاء الدستوري بطبيعة الحال تختلف تسميته بين كل دولة فهناك دولة تمتعتمد تسمية المجلس الدستوري كفرنسا تعتمد تسمية المحكمة الدستورية كالمغرب الذي من خلال دستور 2011 أصبح يعتمد تسمية المحكمة الدستورية في مقابل انه قبل دستور 2018 كان يعتمد تسمية المجلس الدستوري إذن هنا نكون قد حاولنا الوقوف على أهمية القضاء الدستوري من خلال آلية الرقابة على دستورية القوانين التي تعتبر من الآليات المهمة جدا التي تؤكد لنا ما يسمى بسمو أهمية الوثيقة الدستورية وأهميتها لهذا في حدود هذه الساعة نكون قد وضعناكم أمام صورة ولو بشكل مقتضب عن أهمية آلية الرقابة على دستورية القوانين وفقكم الله طلبتنا الأعزاء